السلام عليكم كيف الاحوال نتمنى تكونوا بخير وحلى خير اليوم مع فيديو جديد وجولة جديدة من جوالات ساميرا ديكور وهذا الجولة غادي تكون في متجر كاروسيرامة ديال اليس الجوع دي بمدينة القصر الكبير هاد الجولة غادي نقربكم فيها من الجديد زليج الارضيات زليج الحمامات وزليج المطبخ وايضا من الزليج اللي الى شكل تحجرت الخاص بالواجهات المنازل وغادي نقربكم ايضا من موديلات جديدة ديال الزليج البلدي فيديو مهم بزاف بزاف تابعوه الى الاخير ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تحبطو لتحسو تعملو اللايك وهاد الزليج اللي شفتوه معايا من الاول فيديو كان سابق لي شاركتو معاكم ولكن ما اعطيتكمش الثامن ديالو بالنسبة الثامن كيدير 350 درهم المتر كاري القياس ديالو مترو وعشرين الى مترو وعشرين السمك ديالو كبير كي ما شفتو معايا في الفيديو وفيه النوع اللي بريو وفيه النوع اللي سميمات ده بغادي تشوفو معايا موديلات واشكال جديدة ديال الزليج ديال المطابق وتقدروا تعملوه ايضا في الحمامات وهاد الموديلات اللي غادي تشوفو معايا الكاملين سامبل ما فيهمش قوة زواق على شكل روخامي وهدك العروق كين اللي في اللون الباج وكين اللي في اللون الرمضي في الحقيقة يطلع بهم المطبخ رائع واحتى الثامن ديالو مناسب بين 90 درهم حتى المية درهم وهدى الاشكال هادي اللي شوفتو معايا اكملارا هي ديال اسبانيا وهاد شكيلة اللي وريدكم دابا كاميين كي اعطيوا واحد الاضاءة للمطبخ ديالنا واحتل من المس ديالو مارطب يعني ما غاديش يعبد بكم في التنظيف ديالو اذا لاحظتم معايا فهد الفيديو انا كنصور لكم بتتقالة غير بشوية باش تشوفو الزليج على خطركم وخال فيديو غاديشي طويل شوية لانه سبق لي حطيت واحد الفيديو ديال الزليج وكان قصير يلا تقريبا فيه واحد ثلاث دقايق وبزاف ديال اخوان قالوا لي فيديو قصير مشبعناش من هادا الاشكال ديالزليج ديرنا فيديو طويلة ساميرا مهما ندرتو لكم طويل تفرجوا مع رأسكم واحتى هات شكي اللي كتشوفو معايا دابا حتى هو نفس 800 درهم ديال اسبانيا اخسكم تشوفوه مباشرة سامة رائع رائع غادي يعطي واحد الاضاءة خطيرة للمطبخ وكان احتز الليج ديال الارضية اللي غاديمشي معاه نفسه ها هو محطوط تحت من النورة هو نفسه احتى هو 60 الى 60 اه التمن ديالو 120 درهم احتى هو ديال اسبانيا الاخوة اللي كيقولوا لي مني كان دخلوا للمحل ديالزليج كانت الفو وما كان عارفوش ما نختارو دائما كان قولكم حاولو متاخدوش بزاف ديال الاشكال ديال الاشكال ديالزليج ديال الارض ها هو نفسه ديال الجيدار ديال المطبخ ونهار اخر شوفو الجيدار ديال الحمام وانتو ما غادين باش ما كتدخوش وتلفو وما كتبقوش مركزين في حاجة واحدة هادا هو زليج ديال الارض اللي قد لكم السين على السين هو نفسه ديال الجيدار كيمشي معاه وكيجي غزال وكيما قد لكم يعني حتى التمن ماشي غالي وايضا بالنسبة لاخوة اللي كيتلفوف الاختيار حتى هاد النوع ديال الجوالات والفيديوهات غادي نفعوكم مزيان وغادي ساعدوكم في اختيار زليج ديال المنزل ديالكم وهاد النوع زليج تقدر تخدم غير بالسامبل ديالو المطبخ كامل وتقدر تخدم حتى بهاد النوع اللي في هاد زواقة هادي تخدمه غير في البلون دو تخافاي والباقي تخدموه بالسامبل كينها تشكل هادا حتى هو ديال اسبانيا تمان ديالو ميت درهم فيه السامبل ديالو وفيه المزوق وفيه المحل بالصدفة تلاقيت مع احدى المتتبعات الوفية ديالقانات من مدينة العرائش هي عرفتني وجهت عندي سلمت عليا خدست من هاد المحل الزليج ديال المنزل ديالا كامل وكان الاختيار ديال الزليج موفق تبارك الله عليها الله يكمل عليها بالخير شوفوا معايا هاد الشكل هادا ايضا ديال الزليج حتى هو ديال اسبانيا دير ميت درهم المتركاري حتى هو في السامبل وكينا اللي في هاداك ليموتيف دائما الزليج دوغزو يداكم عليه وشوفوا الملمس ديالو كيفاش عامل وخصوصا بالنسبة الزليج ديال الكوزينة لان كما كتعرفوك يكون زما ليدام والاوسخ كتتراكم على هاداك الزليج باش ما يصعبش علينا الحالة تنظيف ديالو هاد الشكل هادا ديال المغريب ماشي ديال اسبانيا موضيل جديد حتى هو في السامبل ديالو في هاداك المزوك تقدر تخدم غير بالسامبل ديالو تقريبا القياس ديالو 30 الى 60 دا بغادي تشوفوا معايا الزليج اللي الى شكل تحجرت حتى هو جمزي بزاف تقدروا تخدموا بيه الواجهات وتقدروا تخدموا بيه الكل ورد ديال الدار اذا كان عندكم البرودة بالنسبة الاخوان اللي كي قلوا ليرا عادنا البرودة دارو ريخ سنزل ليج تقدروا تخدموه في حائط تلفاز يعني في اماكن متعددة تخدموه في البلاصة فين كينا شيميني بالنسبة الثمن ديالو دير المتين وربعين درها من المتر كاري فيها الوان مختلفة دائما الاخوان كيسولوني لهذا الزليج اللي كيشبه متاح الجرد تكون فيه موديلات اللي هي مزيونة وجديدة غادي نصور غير بشوية ما غاديش نزرب باش تشوفوهم زيان وكي ما كتعرفوا دائما كنحاول نعطيكم الاتمينة جميع الفيديو اللي كنشارك معاكم لان فعلا الفيديو بلا تمان كيكون ناقص كتكون فيه الاستفادة ولكن هذا الاستفادة كتبقى ناقصة بالنسبة هات الشكل هاده راما غير ماجيش باين فتوار في واحد اللويين باج مفتوح خطير بزاف جراء يعني لاشوفتوه مباشرة انا غادي اعجبكم بزاف اللي بغا يديرو فطلعة ديال الدروج حيت جال لون ديالو مفتوح وماجيش السمك ديالو عرادي يعني ما غاديش يضيق لكم الدروج وحتف القولوار هذا بحاله غير هو اللون ديالو جارا ما دي مغلوق انا عجبني بزاف هاد اللي كريمي وكي نحته هاد شكيله هاده كان لين هاد اللي صورتلكم راب نفس تمان ميتين واربعين درهام بالنسبة للسلجو عادية را عندو الترانسبور ديال المحل يعني الاخوان اللي بعادين على مدينة القصر الكبير وبغاي ياخدو الزليج را عندو الترانسبور اللي غادي وصلو لهم حتى لمدينة ديالهم غادي نخلي لكم رقم الهاتف التعليق الاول تواصلوا معاه باش كتفهموا معاه باختريفون او من بعدات كتجيو للمحل كتختاروه ديالك الشي اللي بغيتو عشوفوا معايح تها تشكيله هاده جديدة مزيونة بزاف كتبان كأنها حجر طبيعي هاد الزليج اذا خدمتو بها البلصة ديال الشيميني غادي تجي خطيرة وكيما قلت لكم هاد النوع ديال الزليج تقدروا تديروه في عدة اماكن من غير الوجهة ديال المنزل يعني تقدروا تديروه في البالكون في التراس في السيجوغ في الكلوار في البلصة ديال الشيميني تقدروا تديروه في الحائل ديال تيلفاز دابا صورت لكم الكولة اللي كان خدمو بها الزليج بالنسبة للكولة الزرقاء صالح الاخوان اللي باغين يركبو الزليج جديد فوق الزليج قديم بلا ما يحيدوه لانها ممتازة 8 ديالة 110 دراهم 25 كيلو وراني اكتلكم على هاد النوع ديال الكولة في عدة فيديوهات وكيما قدخون خصوصا بالنسبة لالاخوان اللي باغين باغين اللي باغين اللي باغين الزليج فوق الزليج ضروري يستعملوا هاد النوع ديال الكولة مايدروش الكولة اللي رخيصة وباقي الانواع الثمن ديالة بين 40 درهم و50 درهم 25 كيلو حتى هي وده باغين صور لكم موديلات جديدة في الزليج البلدي وكانت طلبتها مني احدى المتتبعات ديال القناة اللي كتسكون خارج المغرب وكانت كتخليلي التعاليق وكتقول لي كتصوري غير الزليج العصري وصع ما ما عطياش واحد القيمة نزليج ديال بلادنا الزليج المغربي الاندلوسي ما كتصوروش في الفيديوهات ديالك وقوت لا بالعكس انا مصورة زليج البلدي في عدة فيديوهات وانا هات زليج البلدي انا دايرة في المنزل ديالي في البلاسة في دايرة سقاية ووقت اني غادي نصوروه لف احدى الجوالات نتمنى انها تشوف هاد الفيديو وبالنسبة الثمن ديال هاد زليج كيبقى بين سبعين درهم وخمسة وسبعين درهم الثمن ديالورا هو معروف مهم فيه اشكال متعددة وانتمنى هاد الفيديو يكون اعجبكم وستفتوا منو ما تنسونيش من لايك منتعاليق الجميلة ديالكم وايضا بارتاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي جميع مواقع التواصل الشمائي وشكرا لكم بزاب بزاب وليهلا يخطيكم عليها كاملين وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة